موسيقى نشرة اخبارية مفصلة تعطيكم من قناة يامن شباب نبدأها بالعنوين اجتماع مغلق لمجلس الأمن للنظر في أسباب تعثر تنفيذ اتفاق ستوك هولم في الحديدة والشرعية تتهم الحوثيين باختلاق الأعذار موسيقى الضالع قتلى وجرح حوثيين بنيران الجيش الوطني ومسرع جنود من الحزام في اشتباكات مع مسلحين مجهولين وسلطات حضرموت تتجاهل اطلاق صراحي خمسة معتقلين موسيقى اهلا بكم احبطت المقاومة الشعبية في مديرية الحوشة في محافظة الضالع مسنودة من الجيش الوطني هجوما شنته ميليشيا الحوثي على مناطق تقع في غرب المديرية وقال مصدر محلي ان الميليشيا شنت هجوما استهدف قريتي نجد المكلة والمحرم غرب مديرية الحوشة في منطقة الأحذوف هذا واضاف المصدر ان هجوم الحوثيين مني بالفشل بعد ان تمكنت قوات المقاومة والجيش من التصدي له وافشاله وفي الضالع ايضا احبطت وحدات من الجيش الوطني هجوما شنه مسلحون حوثيون على مواقعها غرب مدينة دمت شمال المحافظة وقال مصدر عسكري ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين اثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في منطقة الأثلة ومعرش غرب دمت في محاولة لاستعادة مواقع خسرتها خلال الاسابيع الماضية وبحسب المصدر فان قتل وجرح من الميليشيا سقطوا خلال المواجهات فيما تمكن الجيش من صد هجوم للحوثيين وعلى الصعيد صيب طفل جراء انفجار لغم ارضي كانت قد زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في قرية رمى بمديرية قعطبة غرب الضالع وقالت مصدر محلية نطفلا يدعى صادق محمد الضحياني تعرض لانفجار لغم في منطقة وادي السنفة مما اسفر عن بطر احدى يديه واصابته بشضايا في اجزاء من جسده نقل على اثرها للعلاج في مدينة عدن وكانت ميليشيا الحوثي قد زرعت المنطقة بالمئات من الالغام خلال سيطرتها على مناطق غرب موريس التي شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت لأكثر من عامين ونصف قبل تحريرها في مطلع نوفمبر من العام المنصرم وبحسب مصادر تنشط في مجال الرصد فان عدد ضحايا الالغام والاجسام المتفجرة من المدنيين في جنوب دمت ارتفع خلال الثلاثة اشهر الاخيرة الى سبعة عشر قتيلا وجريحا بينهم نساء واطفال ونبقى في الضالع قتل ثلاثة من قوات الحزام الامن المدعومة من الامارات في اشتباكات مع مسلحين في احدى نقاط التفتيش بمدينة الضالع وذكرت مصادر امنية ان اشتباكات اندلعت بين جنود تابعين لقوات الحزام ومسلحين مجهولين مما ادى الى مقتل ثلاثة جنود يتمركزون في نقطة التفتيش وفي حين لا تعرف اسباب ودوافع وقوع المواجهات نفت ادارة امن الضالع حدوث اشتباكات مسلحة بين قوتين امنيتين في المحافظة في اشارة منها الى قوات الحزام واخرى من الامن العام يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء جلسة مغلقة خارج جدول اعماله يستمع فيها الى احطة جديدة من المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن مارتيني جريفت وبشأن الاسباب التي حالت حتى الان دون تنفيذ المرحلة الاولى مما جرت توافق عليه بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وميليشيا الحوث الانقلابية طبقا لاتفاق ستوك هولم وذكر دبلوماسي غربي ان اسباب عدم تنفيذ المرحلة الاولى من اتفاق الحديدة تتعلق بنعدام الثقة عند الانقلابيين الحوثيين مشيرا الى جهود لا تزال جارية لاعطاء تطمينات كافية للاطراف المعنية بغية تطبيق هذه المرحلة الحيوية من الاتفاق وكان الاعضاء الدائمون في مجلس الامن قد حثوا في بيان امس الثلاثاء الاطراف على تنفيذ الاتفاق بحسن نية ودون تأخير او استغلال لعمليات اعادة الانتشار من قبل الجانب الاخر في اشارة للحوثيين هذا وكان الفريق الحكومي في لجنة التنسيق واعادة الانتشار التابعة للامم المتحدة قد تعرض امس الثلاثاء لاستهداف جديد من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية وقال مصدر في الفريق الحكومي ان الميليشيا استهدفت مقر الفريق بصواريخ كاتيوشا اثناء اجتماع اللجنة بالقادة الميدانيين في الحديدة وذلك لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الاولى من اعادة الانتشار بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الاممي الخاص الى اليمن مارتين جريفت والحكومة الشرعية واشار المصدر الى الجهود الحثيثة للميليشيا لإفشال اي جهود ايجابية يقدمها الفريق الحكومي لانقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة واستهداف الفريق اليوم بصواريخ الكاتيوشا ليست الاولى وقد لا تكون الاخيرة هذا وقال وزير الخارجية في الحكومة الشرعية خالد اليماني ان ميليشيا الحوثي الانقلابية تختلق اعذارا وعرقيل للتهرب من تنفيذ اتفاق ستوك هولم واشدد الوزير اليماني خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن كريسيان تيستو على ضرورة ان يضغط المجتمع الدولي على الميليشيا لتنفيذ الاتفاق والذي رعته الامم المتحدة وبدعم دولي خاصة من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن واشار اليماني الى الالتزام الحكومي الاجابي لتنفيذ اتفاق ستوك هولم في وقت تختلق الميليشيا اعذارا وعرقيلة للتهرب من تنفيذه من جهته اكد سفير الفرنسي دعم بلاده للعملية السياسية في اليمن بناء على المرجعيات المتوافق عليها وفي السياق قال مسؤول صيني ان بلاده ستحث ايران على المساهمة في حل الازمة اليمنية وليس تعقيدها واكد هذا نائب مدير عام غرب اسيا وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الصينية السفير تشاو جون جانج خلال لقائه في بكين سفير اليمن لدى الصين محمد عثمان المخلافي ويأتي الاعلان الصيني بعد يوم من واحد من طلب الحكومة اليمنية من بكين بان تلعب دورا مؤثرا في الضغط على ايران للكف عن مشروعها التدمير في اليمن ووقف تدخلها السافر في الشؤون الداخلية ودعم ميليشيات متمردة على الارادة الشعبية وقرارات الشرعية الدولية واكد السفير الصيني لدى اليمن انج يونج خلال لقائه امس في الرياض رئيس الحكومة الشرعية ان بلاده حريصة على تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي وتطبيق اتفاق ستوك هولم بشأن الحديدة وبما يضمن تحقيق السلام والامن في اليمن والمنطقة اكد الاتحاد الاوروبيا ان التطبيق الكامل ليتفاق ستوك هولم بشأن وقف اطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية وموانئها المطلة على البحر الاحمر وسحب الانقلابيين الحوثيين والحكومة لقواتهما من مدينة وموانئ الحديدة هو امر ملح للغاية وشدد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد دانيال روزاريو في بيان على ضرورة تمهيد ارضية عمل لاحراز تقدم باتجاه الحل السياسي الشامل الذي قال انه يمثل الخيار الوحيد لانهاء هذا النزاع الطويل واتوقع المتحدث الاوروبي من جميع الاطراف التمسك بالتزاماتها والتنفيذ السريع لاحكام وقف اطلاق النار في الحديدة خاصة في اعادة انتشار القوات بشكل مشترك وقال دانيال انه يجب على الحكومة والمتمردين الحوثيين الانخراط بنوايا حسنة مع المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن مارتيني جريفث تلبية لقرارات مجلس الامن الدولي اربعة وعشرين وواحد وخمسين واثنين وخمسين مؤكدا الدعم الكامل والثابت من الاتحاد الاوروبي للعملية التي تقودها الامم المتحدة اقامت امهات المختطفين والمخفيين في سجون سرية بعدا وقفة احتجاجية امام منزل وزير الداخلية احمد الميسري طالبين فيها الحكومة بالتصدي لنشاط الجماعات المسلحة في عدن في اشارة منهن الى القوات التي تتلقى دعما من الامارات واجددت الامهات المحتجات اليوم الاربعاء مطالبهن بالكشف عن ذويهن المخفيين قصرا وإحالتهم للمحكمة في حال ثبتت ضدهم اي تهم ورفعت ايضا الامهات المحتجات اللافتات تطالب وزارة الداخلية بالتدخل وانهاء ظاهرة السجون السرية واطلاق المخفيين قصرا وقبل يومين اقدمت حراسة سجن بئر احمد الخاضع لاشراف الامارات في عدن بالاعتداء ضربا على محتجات اثناء طلبهن زيارة ابنائهن المعتقلين في السجن افادت مصادر حقوقيا سلطات السجن المركزي بمدينة المكلة في حضرموت ترفض تنفيذ حكم الافراج عن خمسة معتقلين على ذمة الانتماء لتنظيم القاعدة تسلمت الاسبوع الماضي من النيابة العامة قرار المحكمة باطلاق صراحهم يأتي هذا فيما اصدرت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة بمدينة المكلة بحضرموت حكمها بتأييد حكم المحكمة الابتدائية بالافراج عن خمسة معتقلين اخرين كدفعة ثالثة ممن ثبتت براءتهم دون الانتماء للقاعدة وترفض السلطات التنفيذية بالمكلة قرارات قضائية بالافراج عن عدد من المعتقلين منذ شهر اغسطس من العام الماضي حيث يتهم الاهالي القائد الاماراتي بالوقوف وراء استمرار حبسهم ردا على القرارات القضائية ويقبع في سجن المكلة المركزي عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات النخبة الحضرمية المدعومة اماراتيا ابان تحريرها مدينة المكلة ومديريات ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة في العام الفين وستة عشر دون توجيه تهم او عرضهم على الاجهزة القضائية دعت منظمة مراسلون بلا حدود الى ازقاط التهم الموجهة لعشرة صحفيين يمنيين في سجون ميليشيات الحوثي وطالبت بالافراج عنهم فورا ودون قيد او شرط وقالت المنظمة في بيان لها ان عشرة صحفيين محتجزين لدى الحوثي منذ العام الفين وخمتة عشر يواجهون مخاطر المحاكمة الباطلة وقالت صوفي انموت المسؤولة عن مكتب الشرق الاوسط في المنظمة بعدما حرمهم الحوثيون من الحرية تعصفا لمدة اربع سنوات واحتجزوهم في ظروف مروعة تحت هول التعذيب يواجه هؤلاء الصحفيون العشرة الان خطر الاعدام مضيفة ان منظمة مراسلون بلا حدود تطالب بالافراج عنهم فورا ودون قيد او شرط اقامت المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع في تعاز لقاء تشاوريا لمناقشة ظاهرة اطلاق الرصاص الحي في حفلات الزفاف وشدد اللقاء الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شرطة المحافظة على اهمية الدور الاعلامي في معالجة هذه الظاهرة وتوعية المجتمع بمخاطرها ونقش المشاركون في اللقاء طرق ووسائل انهاء هذه الظاهرة واثارها السلبية للحفاظ على السلامة والتزاما ايضا بالقانون واكد اللقاء على ضرورة مساندة الحملة الامنية التي اطلقتها ادارة شرطة تعاز لمواجهة هذه الظاهرة اختتمت مؤسسة ينابيع الخير الخيرية مشروع توزيع سلات غذائية في مخيمة نازحي محافظة الحديدة في عدن ولحق بتمويل من تبرع كويتي واشراف جمعية النجاء الخيرية الكويتية وتم توزيع المعونات الغذائية على مخيمات الجراد وصبر وايضا بمحافظة لحق ومخيم فقم في مديرية البريقة بعدا واشهد وكيل اول محافظة لحق صالح البكري بالجهود التي تبذرها دولة الكويت لدعم المتضررين من الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية وفي حظر موت بدأ برنامج الغذاء العالمي بتوزيع مساعدات غذائية على المتضررين في مديرية تاريم بتنفيذ من قبل اتلاف الخير للإغاثة الإنسانية واشهد مدير عام مديرية تاريم المستشار القانوني خالد هويدي بجهود برنامج الغذاء العالمي في التخفيف من معاناة الأهالي بالمديرية وقال إن السلطة المحلية بمديرية تاريم حرصت على توجيه عقال الأحياء السكنية المستهدفة لضمان نجاح المشروع بالمديرية نهاية النشرة وهذا تذكير بعناوينها اجتماع مغلق لمجلس الأمن للنظر في أسباب تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهون في الحديدة والشرعية تتهم الحوثيين باختلاق الأعذار الضالع قتلى وجرح حوثيين بنيران الجيش الوطني ومسرع جنود من الحزان في اشتباكات مع مسلحين مجهولين وآخيرا سلطات حذرموت تتجاهل اطلاق سراح خمسة معتقلين نشرة اخبارية مفصلة قدمناها لكم من قناة يمن شباب شكرا لطيب المتابعة حياكم الله اشتركوا في القناة